وفي العودة للخدمات بدأ قضاء الشرقات ينفض غبار معاناة سنوات طوال من خلال حملة الإعمار التي يشهدها بالجانب الخدمي بإشراف مباشر من الحكومة المحلية في صلاح الدين من خلال متابعة تاهيل الطرق الرئيسية بالقضاء وحسب المواصفات المطلوبة ضمن خطة إعادة إعمار المناطق المتضررة وتشمل الخطة مشروع صب شرع أبو عوف قرب سدة الشرقات القصبة ومشروع تعبيد شوارع في تل العشم قرب التجهيزات الزراعية وتعبيد طرق متفرقة في الخضرانية ضمن ناحية السهل الأخضر إضافة إلى تأهيل جسر العيثة ويؤكد القائمون على الأعمال متابعات المحافظة المباشرة واتباع توجيهته للانتهاء من التأهيل وافتتاح الطرق أمام المواطنين ومختلف العجلات بأسرع وقت حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل هلوب قامت لجنة التنفيذ المباشرة بتأهيل جسر العيثة ضمن خطة إعادة الاستغرار حيث أن هذا الجسد يربط بين مناطق السهل الأخضر ومناطق الحضر ويعتبر من المشاريع الحيوية في هذه المحافظة حيث تتضمن مرحلة أولى تكسير السقف الجسر والمرحلة الثانية بعادة تأهيل الروافد للجسر قامت مديرية الطرق وجسور صلاح الدين بإنشاء عدة طرق في ناحية السهل الأخضر للغضاء الشرقات ضمن خطة إعادة الاستغرار عام 2022 حيث بلغت نسبة الإنجاز 97% ومجموعة طرق 10 كيلوات 800 وباقي فقط مرحلة الأكتاف لهذا الطريق بتوجيه ودعم مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين وبإشراف ومتابعة حثثة من قبل السيد مدير قسم هندسة الإدارة المحلية باشرت لجنتنا والكوادر الهندسية الفنية للجنة المشرفة على صب المشروع مشروع صب شارع أبو عوف المنتد من سدة الشرقات وشارع آخر قرب منتجها الشرقات باشرنا بالمرحلة الأولى لقشط الصب القديم ونبدأ بعمل التسوية الترابية والحدل وبناء السواقي تمهيدا لصب الشارع بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين والدير الهندسية وبإشراف بلدية الشرقات والسيد قام مقام الشرقات نحن نعمل أسفلت العمر بالتعاون مع اللجنة المشرفة مهندسين البلدية ننفذ أعمال تبليط مسافة كيلوين و300 متر متفرقة داخل منطقة التل طبعا التل هو طبقة الأساس ونستغل بها حسب المواصفات الهندسية والفحوصات المختبرية نفس المواصفات كلها طبعا فحوصات مختبرية وإشراف مهندسين البلدية ونحن جاعد نعمل خدمة منطقتنا يعني المدة المقرة لهذا المشروع هي 13 إن شاء الله خلصت من المدة عندنا بعض الإشكالات تداخلات في المواطنين عندهم تجاوزات في البناء اللي نطلبه من المواطنين بقضاء الشرقات يتعاونون ويا اللجان ويا السيد القائم مقام لإزالة هذه التجاوزات حتى نقدر نكمل الشغل مالتنا قامت لجنة التنفيذ المباشر وبتعاون مع شركة العمر بعملية تبليط منطقة تل العشم والآن المرحلة الأخيرة من أعمال التبليط حسب المواصفات المطلوبة الموجودة بالكشف ومتابعين اللجنة متابعة تبليط هو بالمتر المربع 13368 متر مربع يعني تقريبا كيلوين ومتين وستة وعشرين ترجمة نانسي قنقر